لم يكفي مرضها أو وضعها الإنساني أن يحميها من حالات النصب والأحتيال أو يبعد عنها أخطبطات الفساد ومؤيمن واحدة من العشرات الذين تم استغلال مرضهم لجمع تبرعات تحولت إلى سراب بعد أن رأت هماء جالسة مع أطفالها في بيت لم تتعدى مساحته الثمانين متر ومؤيمن المصابة بفشل كلوي تسأل أين أموال التبرعات بعد قيام إحدى الفرق بترق بابها والتعهد بجمع الأموال اللازمة لعلاجها في مستشفيات شمال العراق أربعة أشهر لتتفاجأ بعدها باختفاء أموال التبرعات رغم وجود دلائل وثبوتات تؤكد جمع ما يقارب خمسين مليون دينار العراقي قالوا نجمع لش تبرعات حتى نسوين عملية بدأت جمع من تساطعة ستة الغاية خمسة شهر حد الزيارة قبل الزيارة اتصالت على الشيخ عندهم اتصالوا إياه قال موجودات أربعين مليون بعد الزيارة ندقي عليهم ما يفتحون خط صارت قعدة مع العشائر قالوا ما لكم ولا فلس ما أنطونا فلوس صار فيهني الفلوس ما ديش مسوين به مرتين ثلاثة يجوا يقعدون ويجبون زلم وما ينطون كل شيء بقيت أم أيمن تنتظر أموال علاجها بعد تفاقم المرض عليها حيث أصبحت تجري عملية غسل لكليتيها يوميا الذهاب إلى بغداد والعودة إلى بابل مهمة باتت يومية لها إلا أنها توجهت لطرق أبواب المحاكم المختصة بحثا عن حقها خصوصا بعد رفع صورتها واسمها في الشوارع للتبرع لها لكن النتيجة مغايرة للواقع الذي تعيشه قمت دعوة بالمحكم والحد الآن جاءت يمشي الدعوة طلع بكفالة وهسا بعد راح يصعد محكمة إن شاء الله القوات الأمنية شين قالوا ليتش؟ هسا لحد الآن ريحت للأمن الوطني وقال خير إن شاء الله وبعد ينتظر هؤلاء الأطفال الصغار إجراء عملية لوالدتهم لعودتها إلى حياتها الطبيعية فرق وهمية تهم الناس بجمع التبرعات لكن النتيجة هي أم أيمن تاجروا بإسمها وبمرضها وجمعوا ما يقارب 60 مليون دينار عراقي ومن ثم الهرب بهذه الأموال زيد الشيحية بقى رابعة بابن